أبنائنا وبناتنا طلاب الصف الأول السنوي أهلاً وسهلاً بيكم في أول حلقات مادة الأحياء السنة دي السنة دي بندرس لأول مرة الأحياء إحنا كنا السنة اللي فاتت بندرسها ضمن مجموعة العلوم اللي كنا بندرسها في تلتة عدادة بنبدأ الأول في علم الأحياء بنتعرف على التركيب الكيميائي لأجسام الكائنات الحية لما نتفرج على شكل كائن حي زي الإنسان اللي هو موضح قدامنا بلاقي عبارة عن مجموعة مكونات وأجهزة يبقى لازم نتعرف الأول يطلع إيه علم الأحياء وكمان لازم نعرف الجزيئات الكبيرة اللي بتكون منها أجسامنا وخليانا كمان لازم نتعرف على أولى هذه المكونات وهي مادة الكربوهيدرات علم الأحياء دي مشتقة من كلمة باللغة اللاتينية بتسمى بايولوجي وكلمة بايولوجي هنا مقسومة الجزئين بايو باللاتيني طبعا بمعنى الحياة أولوجي بمعنى العلم يبقى أصبح علم الأحياء هو العلم الخاص بدراسة الحياة هدرس إيه في الحياة؟ هدرس كل ما يتعلق بالكائنات الحية أي حاجة ليه علاقة بالكائن الحي إحنا هندرسها في علم الأحياء في وسط كلامنا قلنا إن كلمة البيولوجي مشتقة من كلمة باللغة اللاتينية إذن مصطلحاتنا اللي إحنا هنشتغل عليها في المواد بتاعتنا هي مصطلحات لاتينية مين هو بقى الكائن الحي؟ الكائن الحي هو أي كائن يستطيع قيام بمجموعة الوظائف الحيوية اللي هي مجموعة العمليات اللي بتضمن استمرار حياته زي عملية التنفس يبقى الكائن الحي الذي يستطيع التنفس هو كائن حي التغذية، الإحساس، الحركة، النمو، الإخراج، التقاصر يبقى جميع أجسام الكائنات الحية وجميع الكائنات الحية لازم تشترك في مجموعة الخصائص والصفات التي تميزها عن غيرها لما نيجي حد يقول لي مثلاً إيه الفرق يا مصطر بين الإنسان وبين النبات؟ هل بعتبر الإنسان كأن حي؟ آه طب وبعتبر النبات كأن حي؟ أيوة ليه؟ علشان الإنسان والنبات كلاهما يستطيع التنفس والتغذية والإحساس والحركة والوظائف الأخرى ولذلك قلنا إن الكائنات بتنقسم من حيث تركيب أجسامها إلى نوعين مهمين جداً النوع الأول كائنات وحيدة الخلية ومن اسمها يعني جسمها بيتكون من خلية واحدة فقط طب هذه الخلية تقدر تقوم بالتنفس ولا التغذية ولا الإحساس ولا الحركة؟ لا تقدر تقوم بكل الوظائف الحيوية التي تضمن استمرار حياتها زي الأميبة قلنا خدنا شكلها قبل كده في إعدادي والبراميسيوم والبكتيريا واليوجلينة كل دي اسمها كائنات وحيدة الخلية طب تمام؟ النوع الثاني بقى كائنات عديدة الخلية زي الإنسان والفيلة والأشجار ومجموعة كبيرة من المكونات ملايين من الخلية بتكون هذه الكائنات فمثلاً لو بدأت أتفرج على جسم الإنسان ككائن حي من الكائنات عديدة الخلية اللي جسمه بيحتوى على ملايين من الخلية هنلاقي عبارة عن مجموعة كبيرة من الأجهزة كل جهاز منهم عبارة عن مجموعة أعضاء كل عضو منهم عبارة عن مجموعة أنسجة كل نسيج منهم عبارة عن مجموعة خلايا بتختلف شكلها حسب وظيفتها طيب هل الأجهزة زي الجهاز الهضمي بس يا مستر اللي بيتكون منه الجسم؟ لا ده احنا عندنا مجموعة كبيرة من الأجهزة زي الجهاز الهضمي اللي قدامنا في الصورة وزي الجهاز التنفسي وزي الجهاز الدوري دي مجموعة أجهزة بتكون جسم الكائن كل جهاز من دول مثلاً هاخد الجهاز الهضمي كمثال زي المعدة مثلاً زي الكبد مثلاً زي الأمعاء مثلاً كل عضو من دول عبارة عن مجموعة من الأنسجة يعني هلاقي في المعدة موجود مجموعة من الأنسجة ولتكن أنسجة عضلية معقولة مستر المعدة فيها مجموعة عضلات طبعا في المريء اللي بيكون جزء من الجهاز الهضمي أو عضو في الجهاز الهضمي مجموعة من العضلات هنتعرف عليها بالتفصيل وكل نسيج يتكون من وحدات أصغر منه تسمى خلايا أصبح أصغر جزء بيكون جسم الكائن الحي هي الخلايا علشان كده احنا دايما نقول أن الخلية هي وحدة بناء جسم الكائن الحي وأي خلية بداخلها سواء كانت خلية حيوانية أو كانت مجموعة من الخلايا النباتية نلاقيها بتتكون من مجموعة أصغر داخلها تسمى عضيات يبقى أنا هاعتبر بقى النواء اللي جوه الخلية دي اسم عضيات هاعتبر السيتوبلازم اللي بيبقى منتشر في الخلايا ده اسم عضيات طب هزي العضيات عبارة عن مجموعة جزيئات والجزيئات مجموعة من الظرات لقيت إن جسم العديد الخلايا زي جسم الإنسان عبارة عن تسلسل تدريجي من وحدات كبيرة تسمى الأجهزة لغاية أصغر جزء يسمى الخلايا إذن هناك تسلسل تركيبي لجسم الإنسان واضح كده إن التسلسل اللي قدامنا دوت هو ترتيب تنازلي بدأ من أكبر وحدة تكون الجسم لأصغر وحدة تكون الجسم ومكونات داخل الوحدات المكونة لها من التسلسل اللي قدامنا دوت بنلاقي إن خلايا الكائن برضو بتتكون من مجموعة جزيئات منها نوع من الجزيئات اسمه جزيئات عضوية وجزيئات غير عضوية إحنا هنقعد نسمع الجزيئات العضوية والغير عضوية طول دراستنا لمادة الأحياء طب يا مستر تطلع من الجزيئات العضوية دي شرط أساسي لها وجود الكربون اللي ليه مجموعة من الروابط التساهمية حواليه تشترط مع وجود الكربون وجود الهيدروجين إذن أصبح أي جزيئ عضوي شرط أساسي ليه وجود الكربون شرط أساسي ليه وجود الهيدروجين مع الكربون زي مجموعة مركبات اسمها الكربويدرات الليبيدات البروتينات بالإضافة إلى مجموعة من الأحماض النووية كل مركب من دولة أنا عارف كده هم الأربعة مشتركين في حاجة إيه هي؟ إنه هم الأربعة عندهم كربون هم الأربعة لازم يكون مع الكربون هيدروجين وكل المركبات ده هي تحجمها كبير ولذلك يطلق عليها اسم الجزيئات البيولوجية الكبيرة النوع الثاني هي مجموعة الجزيئات الغير عضوية غير عضوية يعني آه مستر يعني لا تشترط وجود الكربون يعني ممكن يبقى فيها هيدروجين أيوة زي المية وزي الأملاح المعدنية تعالوا نفتكر كده مع بعض التركيب بتاع المية H2O هل ظهر في التركيب ده وتوجود للكربون لا يبقى ده مركب اسمه غير عضو الأملاح المعدنية زي كولوريدو السوديوم من الأملاح المشهورة جدا واللي إحنا عارفينها هل هنا فيه كربون لا يبقى ده اسمه جزيئ غير عضو لما أبدأ أدرس الجزيئات البيولوجية الكبيرة هلاقي كده من اسمها هو جزيئ كبير حجمه كبير مكوناته عديدة فبيطلق على معظمها لفظ البوليمرات وكلمة البوليمرات إحنا اتفقنا إن دايما المصطلحات اللي بنشتغل عليها هي مصطلحات باللغة اللاتينية فالبوليمرز اللي قدامنا يقصد بيها مكونات عديدة مش بس حجمها كبير لا ده كمان بتكون من وحدات أصغر منها كلها تشترط وجود عنصر الكربون يبقى كلها أو معظمها هنقول عليها مركبات عضوية جميعها ضرورية جدا لحياة الكائن إذا انغيابها يفقد الكائن قدرته على أداء مجموعة من الوظائف الحيوي اللي هي أساس وجود الكائن كلها عبارة عن وحدات أصغر اسمها مونيمر لو ده كده شكل وحدة صغيرة أحادية منفردة اسمها مونيمر وحدة صغيرة أحادية منفردة اسمها مونيمر وحدة صغيرة أحادية منفردة اسمها مونيمر لو تم تجميعهم كلها مع بعض في تفاعل واحد هيطلق علي اسم تفاعل البلمرة النتيجة تكون جزيء كبير الحجم هو ده اللي بيطلق علي اسم البوليمر من هنا هنقدر نصنف البوليمرات حسب تركيبها الكيميائي ووظيفها اللي بتقوم بيها جوا أجسامنا طبعا إلى أربع أنواع النوع الأول هي الكربوهايدرات مين هي مستر الكربوهايدرات قبل ما أبدأ كده مش حضرتك قلت أن هي اسمها بوليمرات آه إذن هي عبارة عن مجموعة من الجزيئات البيلوجية فيها كربون يبقى اسمها عضوية كبيرة الحجم كل المركبات اللي يطلق عليها لفظ البوليمرات جوا أجسامنا هيبقى ليها نفس الدباجة ده هي منها الليبيدات نفس الكلام جزء بيولوجي عضوي كبير في الحجم البروتينات بالإضافة إلى وجود الأحماض النووية كربوهايدرات هي مجموعة جزيئات بيولوجية كبيرة يطلق عليها طبعا لفظ البوليمرات بتكون دايما من وحدات أصغر منها اسمها مونيمرات المونيمر الذي يكون الكربوهايدرات اسمها مونيمرات السكريات الأحدية كربوهايدرات دي احنا بنشوفها فين في أطعمتنا يا مستر بنشوفها موجودة في السكريات وفي النشويات وفي مجموعة الأياف الصيغة العامة اللي بتميز السكر الأحادي هي صيغة بتقول CH2O الكل N الN دي هي اختصار لكلمة ممبر لو انا دخلت الN دي جواه وفكت القوس هلاقي الصيغة العامة للسكر الأحادي أصبحت CNH2NON برضو مش فيها يا مستر يعني احنا عملنا الصيغة دي بناء على إيه عايز تعتبر المركب العضو اللي قدامك ده سكر أحادي أيوة يبقى لازم يكون عدد زرات الكربون مساوي لعدد زرات الأكسوجين برضو يا مستر وضحها أكتر بمعنى أن تكون النسبة بين الكربون إلى الأكسوجين دايما في السكريات الأحادية هي واحد إلى واحد ويكون عدد زرات الهيدروجين هو ضعف عدد زرات الكربون وتكون النسبة بين زرات الكربون إلى الهيدروجين هي واحد إلى اتنين من هنا نقدر نتعرف ان النسبة دايما بين الكربون للهيدروجين للأكسوجين هي واحد الى اثنين الى واحد برضه مستر ان حس ان انا عمال اقرى في مجموعة مصطلحات ومش عارف هستخدمها في ايه نطبقها فمثلا لو ادتلك ان عدد زرات الكربون في السكر الوحادي بيساوي ثلاثة ادي الان بقى اللي احنا فرضناها تكون على طول نسبة لزرات الهيدروجين اثنين بقى ضعف الثلاثة داي يعني ستة ويكون عدد زرات الاكسوجين مساوي لعدد زرات الكربون فيكون ثلاثة يبقى انا كده عملت مركب كيميائي يسمى سكر اوحادي نطبق مرة كمان اذا علمت ان عدد زرات الكربون في السكر الاوحادي بيساوي اربعة يلا هتقول بقى يبقى عدد زرات الهيدروجين هيساوي كام الضعف بتاع الاربعة تمانية ويكون عدد زرات الاكسوجين بيساوي كام اربعة من هنا بقى احنا خدنا الصيغة العامة للسكريات الأحادية CH2O by N أو الكل N لو فرضنا مثلا مثال كمان بقى أن عدد زرات الكربون في السكريات الأحادية كان 6 نقدر نطلع عدد زرات الهيدروجين اه يا مستر خلاص احنا عرفنا بقى الهيدروجين هيبقى الضعف بيساوي 12 والأكسوجين هيساوي 6 المركب اللي احنا قلنا ده بقى من هنا ورايح C6 H12O6 ده هيكون اسمه سكر الجولوكوز وده سكر أحادي بيظهر معانا بالشكل البنائي لما أفوق الروابط بتاعته وتكون شكل الروابط التساهمية بين الكربون بالمنظر ده نعد عدد زرات الكربون يلا يا مستر نعده رقم واحد اهو رقم اثنين تلاتة اربعة خمسة ادي ست زرات كربون اللي هما قدامنا كل زرات كربون لها مجموعة من الروابط مع الهيدروكسايل ومع الهيدروجين عشان يطلق عليه مركب عضوي بالاضافة الى وجود ست زرات من الأكسوجين هنبدأ نصنف الكربوهيدرات والمركبات بتاعتها حسب تركبها الجزئي الى نوعين دايما من السكريات نوع اسمه سكريات بسيطة ونوع اسمه سكريات معقدة السكر البسيط اما ان يكون سكر احادي ومن اسمه هنا مستر احادي يعني بيتكون من جزء واحد فقط زي سكر الجلوكوز اللي احنا لسه قيلين التركيب الكيميائي بتاعه من شوية بالاضافة لسكر ايضا من السكريات الاحدية اسمه الفركتوز سكر الجلوكوز سكر الريبوز هذه السكريات ليه بيطلق عليها اسم السكريات الاحدية لانها عبارة عن جزء واحد فقط فده كان الشكل العام لسكر الجلوكوز اللي احنا درسناه من شوية النوع التاني من السكريات وهي السكريات الصنائية طب من الاسم هنا سكر صنائي يعني بيتكون من جزء واحد لا بيتكون من جزء اين ادي مثلا شكل الجزئ الاولاني كده الواحده يبقى اسمه سكر احادي اعمل معه ربطة وروح بكون كمان سكر تاني يبقى ده كده اسمه السكر السنائي عبارة دايما عن جزئين من السكريات الاحادية اذا ارتباط سكر احادي مع سكر احادي اخر ارتباط الربطة دي علشان تتكون لابد ان يتم فقد منها جزئ للمية اوعى ننسى الملحوظة دي السكر الاحادي اسمه مونيمر السكر الاحادي التاني اسمه مونيمر ارتباطهم هما الاتنين مع بعض عمل سكر سنائي نتيجة هذه الربطة فقد جزئ للمية من امثلة السكريات السنائية سكر اسمه الملتوز ده سكر الشعير سكر اللاكتوز ده سكر اللبن سكر السكروز ده سكر الاصب وده شكل السكر السكروز السكر السنائي قدامنا لاحظ ان هو بيتكون من وحدتين من السكريات الاحدية ادي الوحدة الاولى ادي الوحدة التانية ده سكر احادي اه الشكل ده يا مستر انا لسه عارفه من شوية ده سكر الجلوكوز خلاص عرفته امال يا مستر الشكل اللي جنبه دوت هو سكر مين ده سكر الفاركتوز طب ما انا لسه ايل برضو من شوية ان الفاركتوز مثالا على السكر الاحادي علشان هما الاتنين يرتبطوا مع بعض الربطة اللي تكون الدهية تم فقد منها جزء للمية نتنقل للنوع التاني من السكريات وهي السكريات المعقدة معقدة يعني بتتكون دايما من اكتر من وحدتين ما احنا اتفقنا امتى هقول ان السكر اللي قدامي اسمه سكر بسيط يا اما بيتكون من جزء واحد يا اما بيتكون من جزئين طب لو اكتر من جزئين يبقى اسمه سكريات معقدة طب انا لو عملت الرسمة قدامي بالشكل ده كده اهو وسألتك ده اسمه سكر احادي ولا سنائي ولا معقد لا ده احادي طب لو خدت ربطة كده لي اهو وعملت الجزء التاني ده احادي ولا سنائي لا ده سكر سنائي طب لو خدت ربطة تالتة اهو وعملت شكل لي اه كده بقى اكتر من جزئين بقى اسمه مجموعة السكريات المعقدة والسكريات المعقدة هي التي يطلق عليها اسم السكريات العديدة زي النشا والجليكوجين بالاضافة الى السليلوس بعد ما عرفت التركيب بتاع السكريات البسيطة والسكريات المعقدة هعمل مقارنة بينهم واشوف ايه الفرد دايما السكريات البسيطة هي تلك السكريات القابلة للزوبان للمي طيب نطلع كده امثلة على السكريات البسيطة سكر الجلوكوز مش ده مستر سكر احادي بيبقى بيدوف في المي سكر الفاركتوز مش ده مستر سكر احادي بيبقى بيدوف في المي سكر الملتوز ده سكر سنائي ايوة بيبقى من السكريات البسيطة بيدوف في المي على العكس السكريات المعقدة غير قابلة للزوابان في المية بدوبش في المية زي النشا اللي احنا لسه قيلينه من شوية بيتكون عبارة عن مجموعة من الوحدات من السكريات الأحدية دايما يكون أكتر من وحدتين كل السكريات البسيطة وزناها الجزئ صغير أيوة صح لأن الجلوكوز ده والفاركتوز والجالكتوز والريبوز عبارة عن جزئ واحد لكن الملتوز عبارة عن جزئين برضو وزنهم صغير أما كل السكريات المعقدة لها وزن جزئ كبير لأن أقل عدد من الجزئات هيكونها هيبقى ثلاث جزئات فطبعا تدي وزن أكبر كل السكريات البسيطة طعمها حلو ومميز نقدر نميزه وكمان بنحب الطعم بتاعه أما السكريات المعقدة ملهاش طعم حلو حضرتك تقول لي طعم النشا إيه لا طبعا ملوش طعم حلو مميز السكريات البسيطة هي سكريات أحدية وسنائية طبعا منها عدد زرات الكربون يتراوح فيها من ثلاث لست زرات لازم يرتبط الأكسوجين والهيدروجين بطريقة معينة المثال اللي كنا بنشتغل عليه من شوية كنت بفرض معاك لو عدد زرات الكربون بيساوي ثلاثة فانت كملت بقى معايا الصيغة العامة بتاعته يبقى الهيدروجين بيساوي كام؟ ستة يبقى الأكسوجين بيساوي كام؟ تلاتة طيب هفرض إن عدد زرات الكربون كان عندي بيساوي اتنين تقول لي يا مستر ما ينفعش أتبع هذه الصيغة ليه؟ لأن دا ما بقاش اسمه سكر أحادي بقى لأن السكر الأحادي أقل عدد من زرات الكربون بيكونه تلاتة وأكبر عدد من زرات الكربون ستة الكلام دا فين يا أولاد؟ في السكر الأحادي فقط يعني لو ادتلك مثال عدد زرات الكربون خمسة يبقى الهيدروجين عشرة يبقى الأكسوجين خمسة طب لو عدد زرات الكربون سبعة يبقى الهيدروجين لا مش هينفع نمشي على الصيغة دي لأن هنا عدد زرات الكربون زاد عن ستة أصبح سكر مش أحادي السكريات الأحادي هي أبسط أنواع السكريات شواء ملاحظات كده صغيرة النسبة بين الكربون إلى الأكسوجين هي 1 إلى 1 النسبة بين الكربون إلى الهيدروجين هي 1 إلى 2 زي سكر الفراكتوز دا سكر الفواكه اللي موجود في أغلب الفواكه اللي عندنا الجلوكوز سكر العنب الريبوز دا سكر خماسي كربون يعني عنده خمس زرات كربون لحظة واحدة مستر لما يبقى عنده خمس ذرات كربون يبقى الهايدروجين كام؟ عشرة يبقى الوكسوجين كام؟ خمسة والسكر ده هو اللي بيدخل في تركيب الحمض النووي اللي اسمه الـ RNM ده بالاضافة الى سكر الجالكتوز اللي بيدخل فيه تركيب اللبن نبدأ نشوف مع بعض اهمية الكربوهيدرات سواء كانت مجموعة سكريات سواء كانت مجموعة نشويات سواء كانت مجموعة الياف الكربوهيدرات هي مصدر مهم جدا لانتاج الطاقة مش بس كده ده كمان الطاقة اللي بتنتج عنها طاقة سريعة ما بتاخدش وقت لان النسبة دايما في السكر الاحادي بين الكربون الى الاكسوجين هي واحد الى واحد يبقى انا لو عندي سباق سريع لو عندي مسابقة للجري يبقى الافضل غزاء لي يديني طاقة مواد الكربوهيدرات هي نلاحظ لعبة الكورة نلاحظ اللعبة بتاعت التنس لما بياخد فاصل دقيقة ولا اتنين ها بيطلع بقى يأكل لحمة لا بيطلع يشرب عصير ياخد مادة سكرية علشان تدي له طاقة سريعة يستخدمها لأداء التفاعل كمان الكربوهيدرات هي مصدر مهم لتخزين الطاقة طبعا الطاقة في النبات هتخزن من الكربوهيدرات في صورة نشا وتخزن في الانسان والحيوان في صورة جليكوجين اذا الجليكوجين هو النشا الحيواني وده بيخزن في الكبد والعضلات جوه اكسامنا كمان الكربوهيدرات تدخل في بناء الخلايا زي السليلوز اللي بيدخل في تركيب الجدار الخلوي في الخلايا النباتية اولاد لما كنا بنعرف شكلها كده قبل في عداء دي نلاقي لها غشاء بلازمي ومن بره هنا كده في جدار خلوي يحيط بها هذا الجدار الخلوي يتكون دايما من مادة السليلوز كمان الكربوهيدرات تدخل في تركيب الاغشية الخلوية وتدخل في تركيب البروتوبلازم ودايما تبقوا عارفين ان بروتوبلازم الخلية هو نواة وسيتوبلازم لازم يكون فيهم مواد كربوهيدراتية احنا اتفقنا ان احنا بنحصل على طاقة سريعة من الكربوهيدرات كيف نحصل على الطاقة دي دايما نتفرق كده جوه عضيات الخلية مجموعة كده من العضيات مهمة اوي اسمها الميتوكندوري دي بتنتشر في الخلايا النباتية وفي الخلايا الحيوالية دي هي العضيات المسؤولة دايما عن إنتاج الطاقة لاحظ انها بتتكون من مجموعة وحدات عاملة شكل حلزوني كده ومش منتظمة اسمها مجموعة الأعراف بالإضافة للأخشي بداي دخل لها السكريات الأحدية وتبدأ تتكسر بداخلها في اتفاعلات اسمها التنفس علشان تنطلق الطاقة اهي الطاقة بتقعد تنطلق وتتوزع على جميع عضيات الخلية الباقية وممكن كمان تنطلق من خلال خلال الطاقة اللي طلعة دي هي عبارة عن جزيئات تسمى جزيئات الـ ATB ودي مهمة جدا دايما الـ ATB هو مصادر الطاقة اللي احنا بنحتاجها فنلاحظ لما بيحصل أكسادة للجولوكوز داخل الميتوكندوريا تعرفين شكل الجولوكوز كان بيبقى عبارة عن الشكل السداسي اللي قدامنا ده لما بيحصلوا تفاعل أكسادة يعني بيتم كسر الروابط اللي موجودة فيه تقوم الطاقة الكيميائية اللي كانت مخزنة في هذه الروابط تنطلق على شكل مركبات مهمة او عن انساها مركبات الطاقة مركبات نقل الطاقة عملة الطاقة هي الـ ATB او الأدينوسين سلاسي الفوسفان هذا الأدينوسين الـ ATB ده ينطلق لأماكن أخرى في الخلية يعني مش بيبقى خاص بس بالعضاية دي لا ده بيروح لعضيات تانية عشيزة وده بالطاقة كما ينطلق إلى أماكن أخرى وخلايا أخرى لإتمام العمليات الحيوية دلوقتي هنبدأ ازاي نتعرف على المواد الكربوهيدراطية والسكرية في الأطعمة المختلفة نعمل تجربة صغيرة للكشف عن السكر الأحادي نجيب مجموعة أنابيب في الأدوات المستخدمة بتاعتنا أربع أنابيب كل أنبوبة منهم هنحط فيها مادة معينة هنحط مثلا في الأنبوبة رقم واحد هنا بمقدار وليكن اتنين ميلي من الجولوكوز الأنبوبة التانية هنحط فيها مقدار اتنين ميلي من النشا أنبوبة التالتة هنحط فيها مقدار اتنين ميلي من زولال البيض بجموعة الرابعة والأنبوبة الرابعة هنحط فيها 2 ملي من الماء المقطر يبقى الأنبوبة 1 أصبح فيها سكر الجلوكوز الأنبوبة 2 بقى فيها نشا أنبوبة 3 بقى فيها زلال للبيض الأنبوبة رقم 4 بقى فيها الماء المقطر ملاحظ كل مادة من دول تعبر عن نوع من المركبات فالجلوكوز سكر أحادي والنشا سكر عديد زلال البيض مادة بروتينية الماء المقطر يخلو من المواد المزعبة ونجمع الكلام ده كله في حامل نستخدم حامل للأنابيب وقلم عشان نسجل البيانات وماسك بالإضافة إلى الحمام المائي اللي هنبدأ نرفع فيه درجة حرارة المحليل دهية عن طريق الموقد بالإضافة لأنابيب الاختبار اللي حطنا فيها نفس المقدار طب أنا هقدر أتعرف على المواد دي إزاي المواد دي كلها جوة الأنابيب تحس إنه هما شكل واحد باستخدام مركب كيميائي يسمى كاشف بندكتا وده بيكون لونه أزرق يعني هيبقى فيه تغير للألوان زي ما نعرف هنبدأ نرقم الأنابيب في خطوات معينة للتجربة من واحد لأربعة اتفقنا رقم واحد ده نحط فيه الجلوكوز وما ننساش إن ده مثال للسكر الروحادي الأنبوبة 2 نشا سكر عديد أنبوبة 3 زلال البيض مادة بروتينية ما ننساش دايما مركب مختلف الماء المقطر يخلو من أي مواد مزابة هنضع في الأنابيب الأربعة مقدار متساوي من المحاليل المختلفة زي ما احنا قلنا بالظبط يعني هنضع في الأنبوبة رقم واحد اتنين ملي من الجلوكوز والأنبوبة رقم اتنين اتمن ملي من النشا ورقم تلاتة اتنين ملي من البروتين ورقم أربعة اتنين ملي من الماء المقطر ثم يتم إضافة مقدار متساوي من بندكت الأزرق في كل أنبوبة علشان نسمح بحدوث تفاعل ادي شكل الانبوبة بتاعتنا هنبدأ نضع هنا 2 ملي من بندكت طبعا هو ازرق وهنضع هنا 2 ملي من بندكت هنضع هنا 2 ملي من بندكت هنضع هنا 2 ملي من بندكت ونبدأ نتفرج بعد ما نضع الانابيب كلها في حمام ماء ونسيبهم 5 دقايق على الموقد ونقفل الموقد بعدها نشاهد في الانبوبة رقم واحد اللي كان فيها محلول الجلوكوز لما حطيت بندكت الازرق عليها اتغير الى اللون البرتقالي معنى كده ان فيه تفاعل حصل فيه اختزال حصل ايوة ليه لان المادة اللي كانت في الانبوبة رقم واحد جلوكوز سكر احادي استطاعت التفاعل مع الكاشف وده بسميه بقى نتيجة ايجابية للاختبار طب في الانبوبة رقم 2 كان فيها النشا حصل تغير لم يتغير لون الكاشف طب شمعنا مستر ماهو النشا سكريات برضو ولكن سكريات عديدة لم يستطيع النشا اختزال المحلول فرجع التاني الانبوبة رقم 2 وظهرت باللون اللازرق ما حصلش تغير طيب النشا سكريات عديدة زي ما قلنا لا تتفاعل مع الكاشف طب والانبوبة ثلاثة مش كان فيها زلال البيض وده مادة بروتينية هل استطاعت أم تختازل كاشف بندكت برضو ما حصلش تفاعل ونظهر المحلول برضو باللون الازرق يعني ما تغيرش النتيجة لأن المادة المستخدمة مادة بروتينية لا تتفاعل مع الكاشف نقوم نستمتج من هنا بقى ان دون ادوني نتيجة إيجابية ولا نتيجة سلبية لا نتيجة سلبية طيب والانبوبة الرابعة كان فيها اين افتكر الماء المقطر يبقى ايضا الماء المقطر ما حصلش تفاعل بينه وبين محلول بمدكت وداني ايضا نتيجة سلبية نستمتج من كده انه للكشف عن السكريات الوحدية نستخدم بندكت الازرق ومن السكريات الوحدية طبعا سكر الجلوكوز نقدر نكشف عنه في الاطعمة المختلفة لان لون الكاشف هيتغير من اللون الازرق الى اللون البرتقالي طيب لو انا عايز اعمل تجربة واكشف بيها المرادة عن السكريات العديدة زي النشا هستخدم مجموعة من الاطعمة المختلفة تتفاوت فيها نسبة النشا وهستخدم للكشف عن النشا محلول اليود اللون وبرتقال بالاضافة لقطارة هبدأ استخدمها واحطها على كل مادة من دول طيب استخدم محلول اليود وحط جزء جزء منه على كل عينة من العينات اللي فاتت هلاحظ ايه؟ ان محلول اليود اتغير للون الازرق في الاطعمة التي تحتوى على النشا فقط طيب والاطعمة اللي مفيهاش نشا ما حصلش تغير ليه طيب كمان الدرجة هل درجة اللون الازرق بتكون متساوية في كل الاطعمة اللي فيها نشا؟ لا لون الكاشف بتتغير درجته حسب كمية النشا يبقى لو كمية نشا كتيرة يبقى اللون هيصبح اكثر لون داكن اكتر طيب تمام نستنتج من كده ان محلول اليود يستخدم في الكاشف عن الاطعمة المختلفة اللي بتحتوي على مادة النشا كما يمكن استخدام كاشف بندكت الازرق في الكاشف عن وجود السكر كمان في عينات البول والدم اقدر اعرف نسبة السكر اللي موجودة فيه اكسامنا نسبتها قد ايه؟ نصيحة كل مرضى السكر كل مرضى السمنة لابد من التقليل من تناول اطعمة الغنية بالسكر والنشا حتى لا يتم تخزينهم فيه اكسامنا ودي كانت اخر نقطة فيه درس الاول لنا النهاردة نلخص اللي احنا عرفناه وذكرناه من مفهوم العلم الاحياء من الجزيئات البيولوجية الكبيرة بالاضافة لدراستنا في صورة كاملة لمادة الكربويدرات والى اللقاء في حلقة قادمة من مادة الاحياء